بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي نستكمل شروط الاختبار الجيد وكنا تحدثنا عن شرط الثبات وخدنا عدة طرق للتحقق من الثبات نستكمل هذه الطرق الطريقة اللي بعد كده ليه طريقة إعادة التطبيق نحن بنطبق الاختبار على الطلاب وبعد فترة زمنية بطبق نفس الاختبار على الطلاب وحسب معامل الارتباط بينهم إذا كان معامل الارتباط مرتفع دل على ارتفاع الثبات طيب هل يتأثر حساب معامل الثبات بعوامل معينة لهذه الطريقة عادة التطبيق نعم أول حاجة يتأثر بها موقف الطلاب في الاختبار الأول موقفه كان إيه هل يختلف عن الموقف الثاني هل هنا كان فيه إضاءة هنا مفيش إضاءة لابد أن يكون الموقفين متشابهين فمهم جدا التحقق من تساوي ظروف التطبيق أيضا انتقال أثر التدريب ممكن الولد يتذكر بعض الأسئلة أو بعض المعلومات من الاختبار الأول فهنا برضو نوع من العوامل المؤثرة على الثبات الفترة الزمنية الواقعة بين الإجرائين هل هي ضيقة جدا ولا متسعة جدا فدي مهمة جدا الطريقة اللي بعد كده اللي هي طريقة التجزاء النصفي في الطريقة دي بيتم تجزاء الاختبار لنصفين لو نفترض أن الاختبار فيه عدد من الأسئلة 8 أسئلة فأنا بكسمه النصفين الأسئلة الأول والثالث والخامس والسبع اللي هي الأسئلة الفردية ده يبقى جزء ونصف والأسئلة الزوجية 2 و4 و6 و8 هي بجزء آخر وكأن الاختبار يتكون من جزئين جزء الأسئلة الزوجية والجزء الأسئلة الفردية ولذلك هذا الأمر يقلل من العوامل المؤثرة في أداء الفرض مثل الوقت والجهد والتعب وهكذا طريقة التجزاء النصفية بعد ذلك تحسب معامل الارتباط بين نصفين الاختبار بين الدرجات الفردية والدرجات الزوجية إذا كان معامل الارتباط مرتفع دل على ارتفاع الثباب يبقى أننا بنحسب معادلة للمعامل الثباب بطريقة التجزاء النصفية أشكركم ونلتكي المحاضرة القادمة على خي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته